الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد محمود فرق حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة والمستشار حمد الصاوي نائباً عاماً الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد عشرة سفراء أجانب جدد الصادرات المصرية للعالم تشهد ارتفاعاً خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكل من المستشار محمد محمود فرق حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة والمستشار حمد السيد محمد عبد الفتاح الصاوي نائباً عاماً اجتمع الرئيس السيسي عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لمجلس الدولة والنائب العام الجديد حيث تمنى السيد الرئيس لهما التوفيق في أداء مسؤولياتهما مؤكدا سيادة الحرصة على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم وفقا للدستوري والقانون ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من المستشار أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبو العازم رئيس مجلس الدولة السابق والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق حيث أعرب السيد الرئيس عن خالص التقدير لجهودهم الكبيرة وتفانيهم في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين ليكون مثالا في إعلاء المصلحة الوطنية تسلم الرئيس السيسي أوراق اعتماد عشرة سفراء جانب جدود حيث رحب الرئيس السيسي بالسادة السفراء الجدود وتمنى لهم التوفيق في مهمهم بالقاهرة مؤكدا سيادة حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كفة تفقد الرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم المنطقة الحرة بمدينة ناصر بعد انتهاء أعمال تطويرها وذلك بحضور كل من وزيرة الاستثمار ووزيرة التنمية المحلية ووزير التجارة وأيضا محافظ القاهرة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هذا وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة لتطوير البنية الأساسية في المنطقة الحرة بمدينة ناصر وتجهيزها أفقا لأحدث النظم العالمية وهو ما سينعكس إيجابا في تيسير منظومة العمل داخلها اختصار الوقت والإجراءات شهد قطاع التجارة الخارجية المصرية تطورا ملحوظا بعدما ارتفعت قيمة الصادرات تزمنا مع تحسن هيكل الواردات حيث شهدت الصادرات المصرية للعالم ارتفاعا خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن طريق إنثوغراف أن نسبة الصادرات خلال عام 2018 وصلت إلى نسبة 29.2 مليار دولار كما زادت قيمة الصادرات في النصف الأول من عام 2019 بنسبة 2% لتصل إلى 15.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2019 وجاء في الإنفوغراف زيادة الصادرات بمعدلات تفوق الزيادة في الواردات لتصل نسبة زيادة قيمة الصادرات عام 2018 إلى 32.7% مقارنة بعام 2015 في حين وصلت نسبة زيادة قيمة الواردات عام 2018 إلى 10.1% مقارنة بعام 2015 كما تحسن هيكل الواردات بانخفاض استيراد السلع الاستهلاكية وزيادة استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة ورصد الإنفوغراف أيضا تصدر مصر في صادرات بعض السلع في الأسواق العالمية عام 2018 حيث احتلت مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير رقائق الألمونيوم